بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم بصوا بقى أحيانا إحنا كأمهات من كتر ما بنبقى خايفين على أولادنا قوي ممكن نضرهم يعني مثلا في بعض الأمهات لما ابنها أو بنتها يجي لهم ألم في اللوز تخاف قوي من فكرة أن الدكتور يقول لها ده لازم يدخل عمليات ويشيل اللوز فتبدأ بقى تلجأ للصيدلية وتاخد مضادة حيوية ومسكنات وأول ما الطفل يبدأ ما يشتكيش فتتطمن وتقول إن كده خلاص هو خف مع العلم إنه اللوز لو فيها مشكلة وفيها التهاب بتتكرر مرة واثنين وتلاتة مرة واثنين وتلاتة ده بقى بيسبب مشكلة أكبر بكتير جدا أولا بيوصل لتعب في المفاصل وتعب المفاصل بتسبب سرعة الترصيب وسرعة الترصيب بتعملها مدين شديد جدا في الجسم في الآخر بنوصل لمشكلة أكبر بكتير قوي وهي التهاب المفاصل يعني بعض الناس ممكن تدخل على الفيسبوك فتشوف بعض الحاجات اللي ممكن تكون مسكنة لالتهاب المفاصل هي مسكنة مش علاج زي مثلا الجنزبيل والكركم فالأم تقول ده حاجة بسيطة وممكن تكون في متناول إيدي وموجودة عندي في المطبخ فأقدر إن أنا شوف طريقتها فأعملها الإبني أو بنتي فالموضوع يخف ده مسكن مش علاج برضو من ضمن الحاجات اللي قارتها التدليق بزيت الزاتون جميل جدا ما فيش فيه أي مشاكل للتهاب المفاصل لكن برضو هو مسكن مش أكتر من كده خلونا نتكلم بقى كمان على الرياضة بعض الناس اللي بيبقى عندها آلام شديدة جدا في المفاصل تقول لك لا أنا مقدرش أتحرك ولا أقدر أقوم من على الكرسي إزاي ألعب رياضة ده أنا مش عارفة أمشي خطوتين مع العلم إن في الحالة دي بالتحديد الرياضة وممارسة الرياضة خاصة المشي كمان بالنسبة للسيدات ربع ساعة يوميا بيساعد كتير جدا في تخفيف الألام دي الأكلات بقى المضرة جدا لمرضى المفاصل طماطم مثلا الطماطم بيبقى سبب رئيسي لزيادة الألم مشروبات الغازية كمان مش بس هي بتسبب السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية لكن هي سبب رئيسي كمان لالتهاب المفاصل خلونا نتكلم في الموضوع ده بشكل أكبر وبشكل أوضح مع الأستاذ الدكتور محمد خطاب لأنه في الحقيقة هي شكوة عامة من ناس كتير جدا سواء كانوا صغيرين أو كبار هنكون إن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم ولكن بعد الفاصل